موسيقى بش مهندس ناصر نحن نعرف نقابة المهندسين الأردنيين هي تعتبر مؤسسة وطنية لها كل الاحترام وأيضا قضية دعمها ومساعدتها إن كان نشاطاتها في المجتمع المحلي الداخلي أو حتى لغزة وغير غزة هو من فترة يعني ليس بجديد دعمكم عندنا معلومة حول المستشفى الأطفال الخاص تحت التنفيذ تحت الإنشاء اللي أنتو كنقابة أيضا تشاركوا في بناؤه هل لديك يعني كوننا عم نحكي على الإعمار والخسائر وما غيره هل لديك أي معلومة يعني واضحة بشكل عام حول هذا المستشفى الآن حاليا في غزة؟ حقيقة هذا المشروع هو مفخرة للأردن والأردنيين حقيقة عندما سارعت نقابة المهندسين مع نقابة المقاولين مع جمعية مستثنين قطاع الإسكان في الأردن ثلاث مؤسسات مجتمع مدني تكاتفوا وأطلقوا حمل التبرعات لإقامة مستشفى الأطفال في قطاع غزة بفضل الله خلال بداية هذا المشروع استطعنا أن نعقة ائتلاف مع البنك الإسلام للتنمية في السعودية في جدة بحيث تقاسمنا نحن والبنك هذا المشروع كلفة هذا المشروع 50% 50% بكلفة 4 مليون دولار لإنشاء هذا المشروع وأخذ البنك على عتقه تجهيز هذا المشروع بجميع التجهيزات الطبية الضرورية وأجهزة العمليات المختلفة بكلفة 3 مليون فهذا المستشفى كلفة 7 مليون دولار سجل لصالح الأردن والشعب الأردني ومساة المجتمع المدني في الأردن وإن شاء الله هذا المستشفى في الحلقة رح يعرض بالتفصيل لكن هذا المستشفى مهم جدا وإيمانا منه لحاجة أطفال غزة للرعاية الصحية بشكل متخصص وكبير استطعنا أن نطلق هذا المشروع الحمد لله كان تفاعل الشعب الأردني معنا والنقابيين خلال الحملات التي قمنا فيها سواء حفلات العشاء أو حفلات التبرع التي كنا نقوم فيها في النقابات كان كبيرا وكبيرا جدا وإن شاء الله هذا المشروع لو للعدوان الصهيوني الواقع الآن كان ممكن أن يفتتح بنهاية شهر 9 لكن للأسف مع العدوان سيتأخر إلى السنة القادمة حتى نتمكن من إدخال لكن هو شبه جاهز هو شبه جاهز وإن شاء الله رح تشوفوا صوره وهو مفخر فعلا بكل معنى الكلمة للإنجاز الأردن والدعم الأردني لغزتها أرجوك بعجالة كمان مرة لأنه بصراحة مادة جدا مشجعة لما الإنسان بتبرع وبعرف فلوسه وين عمالها بتروح يعني عم بيشوف المشروع بأم عينه تفضل بشوهندس يا سيدي الكريم الآن مشروع الإيواء من خلال الكارفونات اللي هي الوحدات السكنية جاهزة يمكن تأمينه من طريقين حقيقة الطريق الرئيسي هو من الأردن هنا اللي هو من خلال الهيئة الخيرية لهاشمية وإحنا كان لنا اجتماع مع الهيئة الخيرية لهاشمية واتفقنا على أن يتم العمل على أخذ تصريح من السلطات الإسرائيلية لإدخال من ألف إلى ألف خمسمائة كارفان كمرحلة أولى لكن للأسف لحد الآن لم تأتي هذه الموافقة وكثير من الجهات نقابة المهانسين نقابة المقاولين ومجمع النقابات وبعض المؤسسات الخاصة مستعدة لدعم حملة الألف أو ألف خمسمائة كارفان من الأردن هنا لكن الآن على أرض الواقع تبين أن هناك مصنع أو مصنعين في قطاع غزة بدأوا بإنتاج هذه الكارفانات كما ذكرت نقابة المهانسين سارعنا بتأمين أول مئة كارفان للأهل في غزة وشفتوا على الشاشة أنه إهداء من نقابة المهانسين الأردنيين كلفة غرفة الكارفان التي هي كما ذكرنا ثلاثة ونصف أربعة بحدود ألف خمسمائة دينار أردني ألفين دولار فلو أطلقنا نداء لأهلنا في الأردن هنا أن نستر على عائلة من أهلنا في غزة بألف خمسمائة دينار وإذا لم تستطع أسرة أن تكفل أسرة في غزة فلتجتمع مجموعة من الأسر أربع خمس أسر لتغطية غرفة لإيواء أسرة فلسطينية محتاجة المبلغ ليس كبير ألفين دولار ألف وخمسمائة دينار تستطيع العديد من الأسر في الأردن هنا أن تدعم هذا المشروع بأن تؤوي أسرة من غزة أو أن تدفع مبلغ يساعد في تأمين إيجارات شهرية لهذه الأسر في غزة حقيقة من الإيواء العاجل الممكن يأتي في مرحلة لاحقة وهو موضوع إصلاح وترميم البيوت المتضرر جزئيا يعني هناك أضرار خفيفة في بعض المنازل زجاج أبواب وجهات أمور كهربائية وميكانيكية حقيقة هذه في حال توقف العدوان بحاجة إلى إصلاح وهذه تشكل خمسين بالمئة أو أكثر من الأضرار الحاصلة في قطاع غزة وبالتالي نستطيع كذلك مبالغ بسيطة كما لا تزيد بحدود ألفين دينار أردني كمعدل تستطيع أن نرمم أعداد كبيرة من هذه البيوت إن شاء الله نحن في نقابة المهندسين هذه المشاريع التي ذكرناها بدأنا في مشروع الكارفان ومشروع الإيواء العاجل من خلال نقابة المهندسين في غزة ومن خلال الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة ومن خلال اتحاد جمعيات خيرية في غزة بحيث إن شاء الله ممكن خلال فترة بسيطة أن يكون لنقابة المهندسين مساهمة في إيواء ما يقارب خمسمائة أسرة في قطاع غزة إحنا من هذا المنبر من منبر الرؤية ومن هذه حملة حملة عماريا غزة ندعو جميع أهلنا في الأردن حقيقة إلى الإسراع أهلنا في الأردن أهل النخو والشهامي إلى الإسراع فورا للتبرع لصالح هذه المشاريع لإيواء أهلنا في غزة أخواتنا أمهاتنا أبنائنا أطفالنا هؤلاء بحاجة إلى الدعم المستعجل قبل دخول فصل الشتاء إحنا شاهدنا في أحد التقارير كيف أنه في الصف في مدرسة الأنروا ما يزيد من 40 إلى 50 شخص أو 60 شخص أحيان يأخذون الأرض وبشكل كثيف جدا حقيقة لا يمكن أن تستمر الحياة بطريقة هذه يجب أن نساعد أهلنا في قطاع غزة وأعتقد أن أهلنا في الأردن يستطيعوا أن يدعموا أهلنا في قطاع غزة وأننا تقاسم معهم لقمة العيش كما هو الحال في المرات السابقة لابد كل شكر إلك بش مهندس ناصر الهنيدي